سريعاً يعني مشاهدين الكرام قبل ما أخش فيه تفاصيل الخبر إحنا يمكن في كل أزمة بتمر علينا في بعض مش عايز أقول كثير أو كل يعني في بعض من التجار للأسف شديد اللي بيستغلوا الأزمة ولكن الأزمة المراضي مختلفة الأزمة المراضي لها علاقة بصحة المواطنين بحياة المواطنين فهي جريمة في حد ذاتها أنه أنا أخزن بعض المنتجات اللي المواطنين بيدوروا عليها عشان أنزل بيها بسعر عالي أو 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 ويمكن دي بنتبعها في كل أزمتنا ولكن احنا تعودنا برضو من المصريين في الأزمات ما بتبقاش دي تحركات خالص وما بتبقاش دي التصارفات ولكن للأسف شديد حدثت حدثت من بعض التجار فيما يتعلق تحديداً بقى بنتكلم المطهرات والمستلزمات الطبيعية الوقائية يعني الحاجات للناس دلوقتي على طول معايها علشان نحافظ على نظافتنا وصحة المواطنين هيئة رقابة الإدارية الحياة نزلت وكان لها بيان في غاية الأهمية فيه وبيحمل كثير من رسالة الخاصة بفرض الرقابة الصارمة على أماكن بيع المتجات والسلع اللي بيحتاجها المواطنين في ظل طبعاً حاجاتهم المسا زي ما قلت لحضراتكم الحصول على بعض المطهرات والمستلزمات الطبية الوقائية وأكدت الهيئة أن وردت معلومات بقيام بعض أو البعض من رغيب تحقيق المكاسب المالية السريعة حكب وإخفاء عبوات المطهرات الطبية والكمامات وغيرها من المستلزمات وبناء عليه تم تشكيل خمسة مجموعات لحملات مكبرة ده بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية للتفتيش على تلك الصيدليات المخالفة وأماكن تخزين المستلزمات والأدوية الوردة بشأنها المعلومات وقد أصفرت تلك الحملات عن تحرير عدة محاضر مخالفات لتلك الصيدليات والمخازن غير المرخصة لقيامهم بحيازة سلع مجهولة المصدر ومجهولة البيانات التصناعية والتخزين والامتناع عن البيع للمنتجات ودي طبعا أكبر جريمة في حد داتها في هذا التوقيت تحديدا اللي بنمر بيه بيمر بيه المواطنين دي جريمة جريمة في حق أي مواطن مصري اللي بيعنده المنتجات دي وإحنا في حاجة إليها وبيخبيها وتم ضبط 66382 قطعة من المستلزمات الطبية والمطهرات 9000 معسك طبي 4000 قفاز يدوي أو طبعا الجوانتي يعني زي ما بيقولوا عليه بيقولوا حضراتكم الحقيقة دي جريمة لا تموت الإنسانية بأي صلة يعني في عز الحاجة أنه يتم إخفاء كل المستلزمات الطبية الهم ما دي لنا كمواطنين أعتقد أن دي أكبر جريمة دلوقتي في حق المواطنين ولكن يعني في حملات أهون نازلة من الرقابة الإدارية وغيرها علشان يتم محاولة التخلص من التصرفات ترجمة نانسي قنقر